الطيار الموقوف يوضح حقيقة طلبه اموالا من محمد رمضان بسبب ازمة الطيار دعاء فاروق توجه كلمات قاسية لمحمد رمضان نجلاء بدر تعلق على ازمة محمد رمضان الطيار هو الغلطان بيان عاجل من الطيران المدني بشأن وقع الطيار محمد رمضان الموقوف الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان الفنان ما بيردش علي والتمس النظر في العقوبة الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان اخطأت بالسماح له بالجلوس على مقعد المساعد. شاهد كيف سخر محمد رمضان من هاشتاج يدعو لمقاطعته. محمد رمضان في اول ظهور له بيت تخرب والناس كلها بتشتمني. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورا شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نستطيع نوصل هذا الفيديو الى تسعة الاف لايك. لو متعاطف مع الطيار اشرف ابو اليسر فلا تنسى ان تضغط لايك اسفل الفيديو فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الواقعة. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. شاهد كيف سخر محمد رمضان من هاشتاك يدعو لمقاطعته. نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد للرد على حملة المقاطعة التي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. واظهر الفيديو تفاعل عدد كبير من الجماهير مع رمضان اثناء مروره باحد الشوارع. وهو في سياراته معلقا قائلا الحمد لله هاشتاك قاطع محمد رمضان اترند رقم واحد. وانا فعلا هدوم اتقطعت في الشارع. وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد دشن هاشتاك قاطع محمد رمضان ليحتل صدارة قائمة الاكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة في مصر. وعبر المشاركون في الهاشتاك عند غضبهم من الفنان بسبب ازمة الطيار الذي اتم سحب رخصتهم بعد قيام رمضان بالتصوير في كابينة قيادة الطائرة. وعلق رمضان على الفيديو قائلا قاطع محمد رمضان في نفس يوم احتفالي بقناته على اليوتيوب بكسر حاجز الاثنين مليار واربعمائة وخمسين مليون مشاهدة في وقت قياسي. رقم واحد دا ارادة ربنا مش ارادة تويتر. الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان الفنان ما بردش عليه والتمس النظر في العقوبة. قال الطيار الموقوف اشرف ابو اليوسر انه سيتقدم بالتماس الى سلطة الطيران المدني لعادة النظر في عقوبة ايقافه من الخدمة. بعد سماحه للفنان محمد رمضان بالتصوير داخل قيادة الطائرة مضيفا قطع الاعماق ولا قطع الارزاق. واضف خلال لقائهم على اعلام احمد موسى ببرنامج على مسئوليته المذع على قناة صد البلد. انه على اقصى تقدير يتم حرمانه من الطيران داخل مصر حتى يحصل على فرصة للعمل في الخارج. مشيرا الى انه بدأ خدمته في القوات الجوية في سن الثالث عشر في الثانوية الجوية. ومنها الى كلية الطيران التي تخرج منها كاصغر طالب للدفعة. وقضى طائرة الميج واحد وعشرين وترشح للتدريس في القوات الجوية. وخرج من السلاح الجوي نتيجة عملية طبية. وذكر ان محمد رمضان تواصل معه فيما بعد واكد عليه خربت بيتي وخليت الناس تكرهني. انا مدى الحياة عن الطائرة. بسبب وقعت التصوير داخل كابينة الطائرة. قائلا الكابتن اشرف ارسل المحامي الخاص به. وجلس مع المحاسب الخاص به. وقدم له حسبة خاصة به. تجمل انه باقي له ثلاثة سنوات للخروج على المعاش. وبعض المستحقات الاخرى. والمبلغ النهائي الذي يريده هو تسعة ونصف مليون جنيه كتعويض. وتابع رمضان في حسابه على فيسبوك موجها رسالة للجمهور مساء الثلاثاء. انا سيب الحكم للي بعلقه. واللي بقوله رمضان تخلى عن الراجل. لو شايفين ان اللي طلبه داير دي ربنا ان هعمله. ما فيش اي مشاكل. واشر رمضان الى انه تحدث مع رئيس شركة طيران خاصة. تربطه علاقة صداقة قديمة به. من اجل عادة الطيار اشرف ابو اليوسر للعمل مرة اخرى. وطالبه برسالة سيرة الذاتية الخاصة به. ولكن الطيار اشرف رفض لان رخصته مسحوبة. وتابع انا لم اترك الرجل. وقدمت كل الحلول اللي اقدر عليه. وقال الطيار اشرف ابو اليوسر صاحب وقاعة طائرة الفنان محمد رمضان. انه لم يطلب اي اموال من محمد رمضان او غيره. قائلا تاريخي ووضعي انتهى بفصلي من الشغل. بسبب محمد رمضان ولم اطلب اي اموال منه. لافتا ان الطائرة الخاصة لم يكن بها حاجب بينما كان الطيار والراكبين. مؤكدا ان محمد رمضان دخل عليه اثناء تواجد مساعد الطيار في الحماب. وطلب منه اخذ صورة معه. ولكن محمد رمضان نشر الصورة دون علمه او موافقته في فيديو او اغنية. واضاف في مداخلة هاتفية مع العلامي محمد الباز خلال برنامج تسعين دقيقة ان محمد رمضان طلب اخذ صورة. وقلت للفنان دلو انتشرت هتئة في البيوت. ورغم ذلك قام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. موضحا ان ما فعله رمضان يعد امرا يخالف عليه العراف. وهو ان ينشر فيديو غير حقيقي مفابرك حتى ظهر اناس يدعون ان محمد رمضان هو من قاد الطائرة. قائلا ان تصرف رمضان الحق به الادى. واغلق الكثير من البيوت. وتابع انه كان ينتظر ان يتواصل معه الفنان لحل الازمة معا. مشيرا الى ان مساعد محمد رمضان هو فقط من تواصل معه للعمل في احدى شركات الطيران. وارسل السي في بتاعي لهم. الصحافة الافريقية مقصرة. اتو يشبه موقف صلاح وماني برونالدينيو وميسي. اكد اسطورة كرة القدم الكاميروني سامويل اتو ان احد اسباب عدم تتويجة ثنائي محمد صلاح واساديو ماني. لاعبا لوفربول الانجليزي بالكرة الذهبية العالمية. هو الصحافة الافريقية التي وصفها بانها مقصرة. لان نسبة من التصويت تكون من قبل الصحفيين. وردا على سوال احد الصحفيين عن امكانية فوز لاعب افريقي مثل صلاح وماني بجائزة افضل لاعب في العالم. قال اتو لا ادري لماذا التركيز فقط على صلاح وماني. رغم وجود لاعبين اخرين قدموا مستويات رائعة ويستحقون المنافسة مثل اوبامن يانج ومحرز. واوضح اتو كان صلاح وماني هم الافضل بالفعل من بين جميع النجوم الافارقة في عام 2019. ووقع عليهم الاختيار ضمن ابرز المرشحين للجائزة. واستمر لكن هناك بعض اللاعبين الافارقة الاخرين. يمكنهم الدخول في المنافسة خلال الفترة المقبلة. ويمكن لحدهم الفوز بالجائزة العالمية. مثل ما فاز فيها الليبيري جورجوية سابقا. ووصف اتو اللاعبين صلاح وماني بانهما متميزان ويستحقان التتويج بالجائزة. مشيرا الى ان احد اسباب عدم التتويج اي منهما بالكرة الذهبية العالمية في العام الماضي. هو الصحافة الافريقية التي وصفها بانها مقصرة. لان نسبة من التصويت تكون من قبل الصحفيين. وضاف على سبيل المثال في امريكا الشمالية والجنوبية. اختاروا اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي. والان عزائي المشاهدين اعتقدوا اننا وصلنا الى نهاية الحلقة. ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤال. واتمنى كم المشاركة بارايكم في التعليقات. هل يستطي محمد صلاح ان يتوج كهداف للدور الانجليزي ويفوز بجائزة الجولدنبوء كهداف للدور الانجليزي. لا تنسوا ان تشاركوا بارايكم في التعليقات. ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا. ولا تنسوا ان تشاركوا بارايكم في التعليقات. ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا. وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.